في ملخصنا النهاردة هنشوف كرم اللي هيتعب من مواجهة الكل حتى سيف ده وهيفجئنا برد فعله والحال اللي لقاه أما نهاية حلقتنا فهتكون صدمة كبيرة باللي هتعملوا نازهات علشان تعرفوا ايه الحكاية تابعوا معي الملخص للنهاية ولما شفش الحلقات اللي فاتت هيليها في أول تعليق مسبت تحت الفيديو ما ننساش نحط لايك ونعمل الشيء للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا بتبدأ الأحداث وبنشوف سيف ده وهي بتترجى كرم أنه هو ما يعرفش حد حاجة لكنه بيعرف الكل أن البنت اللي حبها كانت سيف ده بيفضل الكل مصدوم وبتطلب سيف ده منه يسيبها لكنه ما بيسيبهاش وبتتضيق نازهات لأنه اتعمل درجة أنه هو مش شايف رانا ولا عامل حساب لمشاعرها لكن رانا بتعرفه من أهم حاجة هي سعادة كرم عندها وبتستأزم منهم وبتقوم تمشي وبتعرفه نازهات أن دي بنت الخدامة وبتخدمهم بدل أمها دلوقتي لكن كرم بيعرفهم أن ده مش شغلها ولا هتكون كده لكن سيف ده بتعتذر منهم عن اللي حصل لأنها فعلا بنت خدمتهم وهتخدمهم لحد ما تتعافى وما فيش أي حاجة تانية هتتغير وأن اللي عاشته مع السيد كرم كان مجرد يوم حصل وانتهى بالنسبة لها وبتستأزم منهم وبتسمهم وبتمشي بيفضل كرم مصدوم وبيكون شو صفار عايز يعرف نازهات حاجة مهمة لكنه بيكون مش وقته لأنها عايزة الكل يختفي من قدامها علشان تتكلم مع عالتها أما برهان فبتكون خارجة مع ميمو وهو خايف وبتاخده بسرعة على المطبخ واللي طبعا الكلام بيكون انتشر فيه وسلطان متضايقة لأنها كانت عايزة سيف ده لإدنها لكنها طلعت بتبص الفوق بنرجع للنازهات اللي بتعرف كرم إنها مش عايزة سيف ده في بيتها لكن كرم بيعرفها إنها لو مشت هيمشي هو كمان بتفكره نازهات إنه هو لو خرج من القصر وسكنيته سيف ده أصلا مش هتكون في حياته بيروح كرم يعرفها إنه هو دلوقتي بس عارف هي ليه مفيش حد في حياتها وبيسيبها وبيمشي وبيتصدم الكل من جرؤته وبتكون سيف ده قاعدة بتعيط وبينزل كرم يعتذر لها عن كلام عميته لكنها بتيجي تمشي فبيوقفها وبيعرفها إنه هو بيحبها أو مش عايز غيرها وإنه هم هيتجاوزوا ويعيشوا في أي حتة لكن سيف ده ما بتردش وبتاخد بعضها وبتمشي وبتكون رانا شايفهم ومتضيقة بيطلع كرم يزعق فيهم علشان بيأكلوا ولا كأن في حاجة حصلت ولا إنها لغت وجودهم كلهم وبيسيبها وبيمشي وهو متعصب وبيدخل شوصفار يعرف نازهات إن الشرطة بره وعايزها أما برهان فبتسأل سلطان هي بتعملها كده ليه فبتعرفها سلطان إنها لعبت بيها لإنها جات علشان السيد كرم هو حبيب بنتها لكن بريهان بتتصدم من الكلام وبتلاقي سيف ده دخل عليهم فبتاخدها وبيمشوا بتفضل سيف ده ماشية وراء أمها بتحاول تشرح لها الوضع وإنها خبت علشان هي كانت عايزة تمشي لكنها هي منعتها علشان ميمو لكن بريهان بتكون متضيقة لإنها مربطهاش على الكد وهي كدبت عليهم كل ده وبنعرف إن الشرطة جات تاخد سليم علشان ضرب عامل واشتكى عليه وبتطلب منه مراته يوضح لهم فبيعرفهم إن العمال ساعت بيتدلعوا وبيسيبوا الشغل وبيعصبوه مش أكتر من كده بيروح كرم معي وبيفرح ميمو إن الشرطة مشت لإنه مش هياخدوه وبتحاول سيف ده تتكلم مع أمها لكنها بتكون ما بتكلمهاش وزعلانة منها وبنشوف سفاج بيتكلم مع اللي اشتكى على سليم وبيطلب منه ميسيبش حقه وهو في ظهره وبنرجع لسيف ده اللي بتفضل تحاول تتكلم مع أمها وإنها ما كانتش تعرف إن ده بيت كرم وإلا ما كانتش جات من الأول وبتعرفها إنها سابته وكان مجرد يوم لكن بريهان بتخرج وبتسيبها وبتمشي بتروح هنا تتكلم مع سيف ده وبتضيقها بالكلام عن إن النزاهات مش تسمح بدخولها لأصر أبدا لكن سيف ده بتعرفها إنها مش مهتمة لأب الأصر ولا بكرم وبتسيبها وبتمشي وقتها بيرش ميمو عليها ميا بمسدسه علشان يلعبها لكنها بتتعصب عليها وبتاخده منه وبتمشي فبيروح وراها علشان عايزه لإنه هدية من أخته سيف ده لكن رانا بترميه وبتكسره وبتعرفه إن هما كلهم هيمشوا من هنا قريب وبتسيبه وبتمشي بدخل دلبر على النزاهات تعرفها إن بريهان مصممة تتكلم معاها ومش عايزة تمشي من على الباب فبتسمح لها تدخلها بدخل بريهان بس قبل ما بتنطق بحرف واحد بتعرفها نزاهات إنها أكيد اختارت تمشي من هنا وتحفظ كرامتهم وبتطمنها إن مصاريف مدرسة ميومو هتتبعت لها لأنهم ناس بتحب الخير وكمان هتساعدهم يلاقوا بيت بتيجي بريهان تمشي لكنها بتتردد وبترجع بريهان وبتعرفها إنها ما جتش علشان تستقيل هي جت علشان عايزة تكمل شغل علشان خطر ابنها اللي بيكون تعاود على المدرسة والمكان كمان أو مش عايزة تمرمطه أو بتفتكر نزاهات كلام كرام وإنها لو مشتهم هيمشي هوك كمان بتروح عليها علشان تتكلم مع فوزية عن كرام وصيف ده لكن فوزية بتكون متضاية أصلا وبتمشي وبتفضل عليها تجري وراها بيلقوا معلها كانت بتاخد الغسيل فبيدخلوا وبيتكلموا وبتفضل معلها تتنصت عليهم وبتكون فوزية متعصبة وبتحاول عليها تفهم فيه إيه فبتعرفها فوزية إنها بيخنها وإنها حاسة بدأ وبتطلب من عليها تخرج علشانها تنام وبتيجي تخرجها فبتجري معلها وبتحاجج إنها كانت بتلم الغسيل من باقي القوض بيكون كرام وقف مع خاني اللي بيتكلموا عن سليم وإنه أكيد مخبي حاجة وبيعمل حاجات من وراهم وبيخرج سليم طبعا لإن النزاهات اتوسطت له علشان سمعت عائلتهم بيسأل كرام سليم عن مباريره للي حصل لكنه بيعرفوا إنه هو موضوع وتقفل وبتكون دليبر وقفة بتتكلم مع رانا عن إن العائلة دي كانت أجدادهم مجرد خدمين مخلصين لعائلتها النبيلة زمان ولازم يعرفوا قيمتها وجه الوقت اللي تدير فيه المكان وكل حاجة لكن رانا بتعرفها إنها عايزة كرام مش إنها تدير الأملاك لكن دليبر بتعرفها إن الإدارة من بنت جميلة وزكاية زيها هيفرض احترام وأعجاب الكل بيها لكن لو ما عملتش كده هيجيبوا بنت خدامة ويخلوها أميرة عائلة سباهي أغلو وبيلوم كرام سليم لأنه حط عينه على أرض الكرويين لكن سليم بيفكروا إن العب هو اللي عمله في عائلته الصبح فيفكر فيه هو الأول بيتعصب كرام عليه وبيوقف العربية وبينزله يزعق له على طريقة كلامه معاه وبيسيبه في الطريق وبيمشي لوحده بيلاقي كرام وبايل سليم بيرن من فوزية فبيرض يطمنها إن هما خرجوه وسليم نسي تليفونه ما بيلاقي سليم تليفونه معاه فبيخرج موبايله التاني وبيرنه على العربية تيجي تاخده وبتروح علي الرانا تستفزها وتطلب منها تهدل إن كرام مش بيحبها ولا عمره هيحبها فتتقبل الوضع بتتضيق رانا منها وبنعرف إن عليا ما بتحبهاش علشان هي أنانية أو منعدمة الشفقة وبتعرفها إنها ما بتحبش كرام هي بس عايزة زي ما كانت بتتفنن عليهم وهم صغيرين علشان تكسب ثقة عمتهم وكانوا بسبب ما بيتعقبوا ويفضلوا جعانين وكانت بتعمل الخدم وحش وتقطع عيشهم كمان لكن دلوقتي هي اللي خسرت كل حاجة وبتتعصب رانا وبتمسك عليها تزعق لها وبتحذرها إنها لو فكرت تضيقها كده تاني هتكره اليوم اللي بتسمع فيه اسمها من اللي هي هتعملوا فيها وبنشوف سيف ده خرجت تتمشى وهي بتفكر في كرام والوقت اللي أضو سوا وبشوفها كرام وهو في طريقه للبيت وبينزل يجري وراها يوقفها علشان يتكلمه بتقفوا وبتلموا على اللي هو عمله والموقف اللي حطها فيه رغم إنها طلبت منه إنها ما يعملش كده لكنه بيعرفها إنها ما كانش عايز حد يهنها لكن سيف ده بتكون مضغوطة من كل حاجة وبتعرفه إنها مش هينفع تقبل إنها تتجاوزه أبدا ولما بيسألها ليه بترفض تجاوبه وبتمشي لكنه بيعرفها إنها بيحبها ومستعد يتخلى عن كل حاجة علشانها لكنها بتكذب عليه وبتقوله إنها محبتوش وده كان مجرد يوم وانتهى وبتطلب منه يبعد عنها وبتمشي وبتسيبه بيرن عليه أبوه علشان يطلب يقابله بتكون سيف ده قعدة بتعيط أو بيكون سفاج راجع أو بيشوفها فبيروح يقعد جنبها ويهون عليها أو بيديها الرواية اللي هو اشترها لها وبتشكره سيف ده وبتقوم فبيطمنها سفاجة إن هو جنبها ولو في حاجة مضايقها ممكن تحكيها له في أي وقت فبتشكره سيف ده وبيمشو بنشوف كرم ماشي مع فدات اللي بيكون بيسلم على الناس كتير وبيشاوله فدات على بيت سوريا وبيعرفه إن هو بسبب عمته ما كانش بيعرف يشوفها وكانت هي سكنة على السطح وفيه أنبوب كان نازل من عندها لحد الأرض فكان بيطلع عليه ساعات علشان يشوفها بس لكن عيلته بتختار الكنب نفسها وما كانتش شايفة سوريا مناسبة لي وما كانوش عايزين وقتها سوريا وهو ما قدرش يحميها منهم بسبب ضغط أمه ونزهات عليه بيعرفوا فدات إن هو ما بيحكلوش كده علشان عايزوا يتراجع بالعكس بيحكيلو كده علشان ما يكونش زيه ويدافع عن حب قصاد نازهات لإنها تخلت عن حياتها علشان القصر وكنيتها كمان لكنها بتحبه هو أكتر من كل ده وبنشوف الخدم كلهم قاعدين يكلوا وبيدخل سفاج مع سيفدة فبتتضايق سلطان وبتقوم تحط لهم يكلوا لكن بريهان بتاخد منها علشان تحط هي البنتها وبتقوم نظر أخوها علشان تتكلم معاه وبتعرفوا اللي حصل وإن سيفدة طلعت حبيبة السيد كرم وبيتصدم سفاجه وبيتضايق بتدخل دل برع علشان تاكل لكنها بتلاقي الشربة بردة فبتدلقها على الأرض فجأة وبتزعق لهم علشان الأكل ما بيتقدمش بارد كده وعلشان يسخنوه ويحطوه بعد كده فبتقوم سيفدة علشان تمسح لكن بريهان بتمنعها وبتمسحها هي وبتشوف عليها نزهات وهي نزلة تحت للخدم وبيكون الكل قاعد وبتيجي دل بار تزعق في نظر علشان هو دمها توسخت وما تغيرتش لكن سفاجه بيتعصب عليها وبيعرفها إن هي زيهم في القصر ومش من حقها تفضل تحاسف فيهم ولا تطلق الأكل كده وبيفضل أبويها دي بتخل نزهات عليهم وبتطلب من سيفدة تروح وراها فبتعرفها بريهان إن بنتها مش شغالة هنا ولو عايزة حاجة تطلبها منها لكنها ما بتردش عليها أصلا وبتطلب من دل بار بتعرف البنات إن هما يطلعوا على الحمام وتحضره لهم وبتمشي هي و سيفدة وبتشوفهم عليها اللي بتفضل مرقبيهم وبتاخد نزهات سيفدة وبدخلها قوضة تحت القصر وبتكون القوضة دي فيها كراكيب كتير وضلمة بتعرفها إن بما إنهم ما عندهمش قرامة وهيفضلوا هنا فأمها بتشتغلش كويس بسبب تعبها واهتمامها بأخوها عشان كده هي كمان هتبقى خدامة في القصر وبتؤمرها تبدأ تنظيف في المكان ده وبتتبها وبتمشي بدخل علي على فوزية تعرفها اللي حصل وإن عمتها نزل السيفدة القابو علشان تنظفه لكن فوزية بتستغرب لإنه مليان حشرات وصعب تقدر تنظفه لوحدها وبتديها علي هدية وبتفتحها فوزية وبتتخض لإنه بيكون فستان للنوم وبتسأل علي هي جبته إزاي ومنين فبتطمنها علي أن هو عجبها واشتريته وكان عندها لكن فوزية بتخاف عليها وبتفضل تسألها اشتريته ليه والمين وإزاي فبتهديها عليها لإنها اشتريته وعانيته بس مش أكتر وبتتحرك فوزية وهي بتجربه بيلقوا معلى دخلها تخضهم وتعرفهم إن هم جهزوا الحمام وبتدخل نظر على رانا برضو تعرفها وبتطلب رانا تساعدها علشان تلبس العقد وبتيجي نظر تلبسه لها لكن رانا بتده لها بحجة إنها بتحبها بس بتاخدوا منها بحجة إن كمان ليه حلقان فهتدور لها عليهم علشان تاخد الطقم الكامل وبتسألها على سيف ده مخبية إيه لإن شكلهم هربانين من حاجة لكن نظر ما بتكونش عارفة وبتفع من الدم القابل ده وبتكون سيف ده بتنظف المكان وبتلاقي سفاج داخل عليها وبتكون عارفة هو عايز يسأل عن إيه فبتعرفوا إنها قضت آي يوم مع كرم لكنها جات هنا صدفة زي ما هم عارفين مش أكتر وبيسألها سفاج لو بتحب كرم فبتعرفوا إنها حبته في قلبها لمدة سنة كاملة وبتكمل تنظيف وبيتضيق سفاجه وبيخرج بتحاول نظر تعرف من أمها أي حاجة لكنها ما بتقولش بتروح ببيهانة علشان تساعد سيف ده لكن سيف ده بترفض علشان عايزة تخلص اللي وراها بتخل رانا الحمام وبتقعد نازهات تعرفها إنها مش تسمح لكرم يتجاوز غيرها لكن رانا بتعرفها إن كرم اختار طريقه وهي هتشوف حياتها وأراضيها فبتتصدم نازهات بتعصب على عليا وفوزية علشان بيتحكوا أو بتعرف عليها إن هيك كمان هتتعرف على العريس أو تتجاوز في أسرع وقته وبتضيقها بتفضل معلها ترن على سليم فبيقوم يرد عليها أو بتعرفوا إنها في قطه أما فوزية فبتكون بتحاول تطمن علي إن ممكن العريس يعجبها وبتيجي تدخل قدتها فبتسمع معلها بتتكلم مع حد بدلع فبتدخل فجأة وبترمي معلها الموبايل من الخضة وبتاخد فوزية فبتعتذر معلها لإنها جالها اتصال وردت وسرحت لكن فوزية بتوقفها وبتسألها هي إزاي بتتكلم مع واحد كده من غير كصوف أو بتوضح لها أصدها بإن يعني إزاي هي بتأثر على حبيبها اللي بتكلمه وبتكذبه نحيتها فبتعرفها معلها إن الرجالة زي الأطفال مش محتاجين غير حنية ودلع فبتشكرها فوزية وبتسيبها تمشي بتخل نزهات على رانا أو بتعرفها إن هي اللي ربتها وكبرتها مع ولادها وإن ما كانش ينفع ده يكون المقابل لكنها لو عايزة أوراق ملكية الأراضي تاخدها وقتها هي هتقبل بسيف ده زوجة الكرم أو بتسيبها وبتمشي أو بتفضل رانا مصدومة بيشوف كرم ميمو أو بيعرف منه إن الرانا اللي قسرت المصدس بتاعه وإنها كانت بتفتش في بيتهم وخدت جواز صفر أخته وعايزة تمشيهم من هنا أو بيوعده كرم إن محدش هيقدر يمشيهم بيطلع على رانا يزعق فيها علشان قسرت لعب الطفل وفتشت في حاجة سيف ده لكن رانا التنكر ده أو بتعرفوا إن هم كانوا هيتجاوزوا ونويين على ده من وهم صغيرين لكنه بيفكرها إن هي اللي كانت عايزة كده هي وعمته لكنه عمره ما قالها كده وكان غلطا لما زعل عليها لأنها ما عندهاش قلب أو بيزعق لها علشان تبعد عن سيف ده وأهلها أو بيسيبها وبيمشي بيكون في دات بياخد علاجه أو بيلاقي سليم داخل عليهم فبيقوم في داته وبيزعق فيه على اللي هو عمله وبيعرفوا إن هو لازم يحترم علاتهم وبنته وإلا بكلمة واحدة منه هيتردوا من كل ده وبيحذروا بيمشي من قدامه بيطلع سليم يلاقي فوزية لابسة الفستين فبيفضل يضحك جامد عليها وعلى شكلها وبتحرك فوزية منه وبتطلب منه يديها الروب فبيدهولها وهو متعصب لأن الكل بيؤمره في البيت ده حتى هي ولأنه مش حسس إن هو جوزها حتى لأنها عمرها ما وقفت في ظهره ولا حتى دخلت في حضنه فجاء بيزقها على السرير لكن فوزية بتخافه وبتغبطه على دماغه فبيقوم يمشي وهو متعصب وبتفضل منهارة من العيات والخوف بيخرج كرام يلاقي عليها بتعايت علشان عمتها عايزة تجوزها لكنه بيعرفها إن هم كبروا أو من حقهم يعترضوا على قرارات عمتهم أو بيطمنها إن همشة يسمح لها تتجوز حد هي مش عايزة وبتعرفوا عاليا إن سيفدا في القبو فبيتديق وبيروح لها وهو متعصب لأن ده مش مكانها بياخدها من إيديها غصب أو بيخرج يروح يخبط على بريهان أو بيخرج الكل يتفرج عليهم أو بيطلب من بريهان إيد بنتها سيفدا لكن بريهان بتتصدم أو بتكون مش عارفة تعمل إيه أو بتفضل سيفدا تطلب منه إنه هو يسيبها لأنها مش موافقة عليه وقتها بريهان بترفض فبيعرفهم كرام إنهما ما سابلوش حالة تاني أو بيخطفها منهم أو بيحاول سفاج يتدخل لكن كرام بيتعصب عليه لأنه واقف قصاده أو بيزقه وبياخد سيفدا وبيمشو بيفضل ميمو فرحان لأن كرام بيحب سيفدا أو بتطلب منه أمه ينام وبترن على سيفدا لكنها بتلاقي موبايلها في البيت وبتأمر نزهات دلبار تطرد بريهان وابنها فورا لكن في ده بيعترض لأنه وعد ميمو أو بيعرفهم إنه ما حتش فيهم هيمشي بتخل عليها على فوزية تلاقيها منهار عياط وبتحاول تفهم إنها اللي حصل لكن فوزية بتمشيها علشان سليم وبتخرج عليها وسليم داخل لكن سليم ما بيتكلمش أو بينام وبتفضل فوزية تعيط بتاخد سيفدا الموبايل من كرام ترن على أمها لكن بريهان بتلمها لأنه ما ينفعش تتجوزه لأنها مش هينفع تقوله إنه هما قتلوا أبوهم وهربانين لأنه وقتها كل حاجة هتنتهي وبتفضل سيفدا تعيط لكن بريهان بتعرفها إن هي اللي اختارت الطريق ده فما تعيطش وبتقفل معيها وبتفضل سيفدا تعيط وبيحاول كرام يطمنها بينزلوا من العربية وبتفضل سيفدا مش عايزة تمشي معيه فبيزهق وبيشيلها وبيمشي بيها لحد المينة لكنها بترفض تركب معي فبيعرفها كرام إنها زهق وما بقاش قادر يقاومها أكتر من كده وإنها إما تختار حبهم وتركب معي ويبعدوا عن كل ده أو ترجع على الأصر وينصوا بعض وتبقى تحكي لأحفادها إن كان فيه واحد بيحبها زي المجنون ومستعد يضحي بكل حاجة علشانها وهي سابته بتفضل سيفدا مش عارفة تتكلم فبيشدها كرام علشان يرجعها لأمها لكنها بتوقفوا أو بتعرفوا إنها مش عايزة غيره أو بتعيط فبيتطمنها إن هو معيها ولو فيه أي حاجة عندها يحلوها سوا أو مش هيتخلى عنها أبدا بتروح عالية تقعد مع أبوها وبيتكلموا عن اللي حصل وإن عمتها عايزة تجوزها بواحد ما تعرفهوش لكن في ده بيطمنها إن ده مش هيحصل وإنه غلط مرة وندمان بسببها لإنه بوز حياة فوزية بنته ومش هيكرر الغلط ده معيها هي وأخوها وإنه هيقف لنزهات علشانهم أما رانا فبتكون قاعدة بتعيط وبتلاقي واحد بيعرفها إن الحياة هتكبرها إما تكون فريسة أو هي الصياد بتيجي تقوم تمشي لكنه بيندهلها باسمها وبيطلب منها تفكر في كلامه فبتستغرب لإنه عارفها وبتسأله هو مين لكنه بيعرفها إنها مجرد فعل خير فبتقلق منه وبتمشي وبتسيبه بنروح لفدات اللي بيتخانق مع نزهات لإنها ضيعت ساعدتهم كلهم وبيعرفها إنها مش هيسقط ولا هيسمح لها تحرم كرم من ساعدته وبيهددها إنها لو موقفتش مع كرم في قراره هيعرف الكل الحقيقة بنعرف إن كرم بيكون ابن نزهات وإنها تخلت عنه علشان سندات الملكية وكنيتها وبنعرف كمان إن سرايا خدت من نزهات الراجل اللي حبته وهربه وقت ما هي كانت حامل في الكرم لكن فدات بيلوم نزهات لإن كل ده بسببها لإنها حبت الراجل ده في السر لحد ما زهق منها وتقرب من سرايا لإنهم خوفوا سرايا وفدات مقدرش يحميها فهربت معاه وبتفضل نزهات تزعق فيه وتعرفوا إن سرايا سابته علشان هو عاجز لكن قلبي فدات ما بيقدرش يتحمل كل ده وبيتعب جامد وبيطلب منها تلحقه وتديره العلاج وبيقع على الأرض لكنها ما بتحركش وبنشوف إن فيه حد بيصور كل اللي بيحصل ده وبيموت في ده بسبب نزهات بيجي تاني يوم وبتسحى سيف ده تلاقي كرم متجهز الدنيا وبيكون جاي بمأزون يتجوزهم على الياخت بالشهود وبتدخل سيف ده تلبس فستان الفرح اللي جابه لها وبيكون شكلها فيه حلوة جدا وكرم مبسوط جدا لإن أخيرا هيكونوا مع بعض وبيلاقي علي بترن عليه فبيرد وبتعرفوا إن أبوهم مات فبيتصدم كرم وبتعرف سيف ده باللي حصل وبتتصدم هي كمان وبتخرج معلو هي بتعيط تحط جزمة في ده على الباب وترجع أما نزهات فبتفضل قعدة قدام أخوها بمنتهى الجبروت وبتدخل عليها فوزية وبتنهار من العياط على أبوها بيكون كل الخدم في حالة حزن وعياط عليه من تبته وبنشوف كرم وسيف ده راجعين وبتحاول تهاون عليه وبنعرف إن ميمو هو اللي صور اللي حصل لإنه بيفضل يتفرج على الفيديو وهو بيعيط بتطمن سيف ده كرم إنها تفضل جنبه وإنه يخرج زعله ما يكتمهوش بيوصلوا على الأصر وبتنزل سيف ده اللي بيشوفها سفاج وبتشوفها بريهان لكنها ما بتكلمهاش وبيدخل كرم وسيف ده وراه بيجري ميمو على سيف ده علشان عايز يوريها اللي حصل لكن بريهان ما بتكونش فهمة وبتمنعه وبتطلب من سفاج وديه المدرسة وبتاخد منه التليفون وبيدخل كرم عليهم وهو مصدوم هو رابط كونسيف ده اللي بتعزيهم بس نازهات ما بتكونش طيقاها وبتستقبل كرم بالكد وبتعرفه إن هو زعل بسبب فرقه وفضل مستنيه يرجع لكنه مرجعش فقلبه ما قدرش يتحمل ده وبتأنب ضمير كرم بتخرج سيف ده وهي منهارة من العياط لإنها مفكر إنه هم السبب فعلا وبتكون رانا عرفت إن سيف ده جاد بفستان فرحها وبتحاول دلبر تهون عليها لإنها وصيد أمها ليها ولإنها مش متحملة تشوفها زعلانة كده وبتقوم رانا تحضنها وعلى الرغم من إن دلبر ما بتحبش الأحضان والعاطفة بيكون واضح عليها التأثر وحبها الرانا فعلا بنرجع لنازهات اللي بتعرف كرم إن أبوه ميت وهو الوريس الولد الوحيد في العيلة وهو اللي هيتولى كل الأمور من بعضه فبتنهر عالية لإن هم لسه ما دفنوش أبوها وده كل همها وحتى ممنوع العياط عليه لكن نازهات بتعرفها بثبات إن عالتهم بيتفنوا ميتهم بهدوء فبتخرج عالية وهي منهورة وبتشوفها سيف ده وبتروح وراها تعزيها وتهديها لكن عالية بتكون مش قادرة تتحمل الوجع وإن حتى ممنوع العياط في القصر ده بنرجع لكرم اللي بتعرفه نازهات إن الخاتم ده بتاع أجدد عالتهم وإنه هيكون لي في المراسم وإنها عايزة تشوف راجل مسؤول عن عيلته مش شاب بيجري وراء أهوائه أبيعرفها كرم إنه هو خسر أبوه وده مش وقته فبتخرج هي والكل وبيسيبوه مع أبوي يوضعه بتعرف سيف ده عالية إن ساعت لو حتى ماتوا الناس بيفضلوا جوايهم بذكرياتهم ووقتهم الحالو وبتشكرها عالية وبتمشي علشان تشم هوا وبتعرف دليمار سيف ده إن نازهات نستنيها بيتكلم كرم مع أبوها وبيعيط لإنه سابوا الوحده وهو كنوي يرجع وبيلقي رنة بتهون عليه بتخل نازهات على سيف ده اللي بتعرفها إنها تبعد عن كرم لإنها مستحيل ترضى بيها كنة للأصر لكن سيف ده بتتعصب عليها لإن هي بتتكلم في كل ده وأبوه للسميت بتطردها نازهات لإن وجودها السبب في كل ده بتفضل معلط عيط لإنها بتحب فدات زي أبوها وعشان هم خدم ممنوع يروحوا حتى على العزة وبتفضل سلطان تهون عليها بدخل سيف ده تحضن أمها وهي بتعيط لكن بريهام بتزقها وبتمشي وبتروح سيف ده وراها وبتحاول تتكلم معيها لكن بريهام بترفض لإنها هي خيبة ظنها فيها ولإن في مصيبة فوق رأسهم وهي مش بتفكر غير في نفسها لكن سيف ده بتحاول تشرح لها إنها ما قدرتش تشيل كرم من قلبها وإنها بتحبه لكن بريهام ما بتسمع لهاش وبتسيبها وبتمشي وبيشوفها سفاج اللي بيبارك لسيف ده لكنها بتعرفه إنها ما لحقتش تتجاوز كرم أصلا بيسأل كرم فوزية عن سيف ده لكنها بتتعصب عليه وبتشتمها لإنها السبب في كل ده ولإنه بيدور عليها وهم لسه ما دفنوش أبوهم وبيتديق كرم لإن هي كمان رمي اللوم عليه فالله حصل لأبوهم بياخدوا خليل وبيحاول يهدي لكن كرم بيفضل متعصب لإنه هم رميين اللوم عليه في موت أبوه هو وسيف ده وعلشان ما دخلش سيف ده رغم إنها منها الزنب وما أزيتش حد فيهم بتمشي سيف ده وهي متعصبة وبتلاقي رانا خرجت دايقها وبيشوفهم سفاج وبتحرق رانا لسيف ده دمها بإن كرم مش هيتخلى عن عيلته عشان واحدة زيها وبتسيبها وبتمشي وبتفضل سيف ده تعيط بتخرج جنازة فدات وبتفضل سيف ده وقفة تبص على كرم من بعيد اللي بيكون منهار ورانا بتحاول تقرب منه علشان تدايقها وبيمشي كلهم وبيفضل الخدم يعيطه بتدخل بريهان بتلاقي سيف ده بتلميه دمها وبتعرفها سيف ده إنها تروح على الجبل الأسود علشان يعيش حب كرم جواها لكن بعيد عن كرم وعشان أمها تفضل مع ميمو في القصر بتفضل بريهان تعيط لإن مش بيديها حاجة تانية وبتدي لسيف ده فلوس تكفيها مدة على ما تأقلم نفسها وبتطلب منها تطمنها لما توصل بتيمشي سيف ده وبيشوفها السفاج اللي بيروح ياخد عربية علشان يوصلها بتروح معاه وبتكون عايزة تعدي على ميمو الأول علشان توضع قبل طيارتها وبيفضل سفاج يتكلم عن كرم وحش وإنه شبه عائلته ومجرد حد متدلة وبيشبط في اللي هو عايزه لكن سيف ده بتدفع عنه لإنه ما يعرفوش ولإنها اضطارت تسيبه علشان فيه مصيبة فوق دماغهم فبيستغرب سفاج لإن سيف ده بتكون وقعت بلسانها وبتلحق نفسها وبتقفل الموضوع بتقعد مع ميمو تعرفوا إنها مسافرة لكنه بيتضيق جدا لإنها وعادته إنها مش هتمشي وتسيبه وبتحاول سيف ده تهديه وتطمنه إنها هتكلمه دايما لكن بيتعصب وبيعرفها إنه ها مش عايز يكلمها لإنها ما بتحبوش وبيجري وبيسيبها وبتفضل سيف ده تعيط بنشوف العزة معمول في القصر بس كرم بيكون مرجعش لإنه فضل عند قبر أبو بيودعه أبيلاقي رسالة واصلاله من أبو وبيكون تسجيل بعتهوله لإنه لقى تليفونه مقفول وكان مبسوط لإنه راح لسيف ده وما تخلاش عن حبه وبيتمنى له السعادة بيتصدم كرم وبيستغرب وبيرن على سيف ده لكنها ما بتردش بيرجع على القصر وبيعرف من أبو سفاج إنها مشيت لكنه بيخاف يقوله إن سفاج هو اللي وصلها بيدخل كرم وهو متعصب وبيزعق أبو سفاج فيه لإنه بيعمل لهم مشاكل مع كرم وبيدخل نفسه في اللي ملهوش فيه وبيسمعهم شوصفار لكن الراجل بيطلب منه ما يعرفش حد فبيدخل شوصفار يطم النازهات إن سيف ده مشيت فبترتاح يا ورانا لكن رانا بتعرفها إن أهلها ممشيوش لسه بيفضل ميمو قاعد زعلان على فدات لإنه صاحبه وبتدخل دي لبارت ديهم تعليماتك العادة وبيدخل كرم كمان وبيسأل بريهان عن سيف ده لكن بريهان بترفض تعرفه لإنها مش عايزة يتجاوز من سيف ده ومش هتسمح بده علشان الفرق اللي بينهم لكن كرم بيكون مش مهتم بأي حاجة غير إنه عايز سيف ده طبعا سفاج ما بيسكتش وبيدخل وبيعرفوا إن سيف ده مش عايزاه وإنها سفرت للجبل الأسود وهو اللي وصلها وبيشدها هو كرم مع بعض فبيحوش وأبوه بيعتذر من كرم اللي أول ما بيمشي بيدرب سفاج بالقلم قدام الكل بيرن كرم على سيف ده لكنها ما بتردش فبيروح يزعق في عمته وبيسألها عن سيف ده لكنها بتضحك لإن أبوه مات وهو كل همه سيف ده بيخرج سليم من القوضة وبتلاقي فوزية رسال كتير جايله فبتبص في موبايله وبتتصدم وبترميه بيتخانق كرم مع نزهات وبيكون سليم واقف يتنصت عليهم وبتنزل فوزية تعرفه إن جات له رسال كتير وبتدي الموبايل فبيغضه وبيمشي بيروح سليم على القوضة بيلاقي طبق حلويات ورسالة من معلاء بتعرفه إنها عام لحداد بس أجازتها بكرة ولو حاشته يتقابله بيخرج كرم وهاو متعصى بياخد العربية ويمشي وبيفضل يرن على سيف ده بس ما بتردش فبيكلم خليلي علشان يعرف له معادة طيارة بتاعتها وبنشوف الصياد اللي قبرنا واللي بيروح لقبر فدات وبيعرفه إنها ما سمعش كلام الست اللي حبها في الماضي وماتت من واجعها لكنها ما خنتهوش أبدا أبما إنه رح لها فهيعرف ده وبيقراله الفتحة وبيمشي بيعرف خليل كرم إن المسافرين طالعين الطيارة خلاص ومستحيل يلحق لكن الرغم ده بيصمب كرم يروح يمكن الطيارة تتأخر بتروح فوزية تقعد مع عليا بيتكلمه لكن عليا بتكون زهقت لدرجة إنها عايزة تجيب بنزين أو تولع في القصر كله علشان ترتاح وبيكون ميمو حزين ومش عايز يأكل وبتيجي بريهان تاخده تنيمه فبتعرفها ديليبار إنها تلم حاجتهم بالمرة علشان هيمشوا الصبح وده قرار نزهات فبيدخل ميمو في حالة هستيريا وبيفضل يكسر الأطباء وبيحاولوا يهدوه وبتسيبه بريهان وبتخرج وهي متعصبة وبتجري وراها ديليبار وشيسوفار بدخل بريهانة على نزهات وهي متعصبة وبتعرفها إنها مش هتمشي وإنها هتكمل في شغلها وتكسب فلوس بتعبها وجهدها وبتطلب منها تبطل انعدام الدمير لكن نزهات بتطردها فبتخرج بريهان الفيديو اللي لقيته على الموبايل وبتعرفها إن ده مش النسخة الوحيدة اللي عندها ولو فكرت تطردهم أو تدايق ابنها تاني مش هتسكت لها لإن ما عندهاش أغلى من ابنها وبتفضل نزهات مصدومة أمش عارفة تستوعب وبتخرج بريهانة وبتسيبها أما كرم فبيوصل وبتكون الطيارة تلعت أما بيلحقش سيفدة بيرن على الطيارة الخاصة بيه لكن نزهات بتكون منع الصفر وأول طيارة عادية هتطلع بتكون تاني يوم أبيتعصب وبيكون مش عارف يعمل إيه بيفضل سفاج يهدي ميمو وبيخرج الكل وبيسأله وخايف يمشي ليه فبيعرفوا ميمو إنه هو لو مش الشرط هتاخده لإنه عمل حاجة وحشة جدا وبتدخل بريهانة طميم ميمو إنه خلاص مفيش حاجة هتحصل وإنه هما مش هيمشوا أبينبسط الكل لأنهم ممشيوش لكن سفاج بيخرج وبيفضل يفكر في كلام سيفدة وميمو وإيه اللي هما مخبيينه بيروح كرم الياخته وهو متعصب أبيتكسر كل حاجة أبيفضل خليلي يهدي فيه أبيتكون نزهات بتحضر لمراسم الخاتم لكنها بتعرف إنه كرم مشي أما بيرضش على تليفونه أبيفضل خليلي يحاول يقنع كرم إنه لو سيفدة كانت كويسة ما كانتش سابته واتخلت عنه في وقت زي ده وإنها ما بتحبوش زي ما هو حبها لكن كرم بيتعصب لأن محدش عارف سيفدة زيه لأنها قطية بقلب والوحيدة اللي حس بيه فهماه وحبته من غير ما تعرف حتى هو مين أبيلاقي خليل سيفدة دخل عليه فبيقوم يسيبه وما بيمشي بيفضل كرم قاعد يعيط أبيلاقي سيفدة بتهون عليه فبيتبسط لأنها ما مشيتش أو بتعرفه سيفدة إنها ما قدرتش تسيبه كده أبيكون سفاش في المطبخ بيشرب أبيلاقي عليها دخل عليه وبتطلب منه يديها تشرب هي كمان فبيديها وبتقعد معاه واضح إنها بتكون أول مرة تشرب لكنها بتكون عايزة تنسى اللي بتعيشه ده كله بتفضل تعيط لأن أبوها كان حبها الأول والأكيد إنه هو كمان الأخير فبيحاول سفاش يوسيها ويعزيها أبيسندها علشان يطلعها على فوق لأنها تقلت في الشرب أبيتكون سيفدة قاعدة مع كرم أبيعرفها إن أبو بعت لها السلام قبل ما يموت فبتستغرب وما بتفهمش لكن كرم بيشغل لها التسجيل اللي هو ابعته له وبتطلب نسيفدة كرم إنها جنبه ومش هتسيبه بتكون نازهات نايمة وبتشوف أخوها داخل يعرفها إن الحقيقة هتتكشف عجلا أم آجلا فبتؤمن إنه مفزوعة وبتخرج وبنشوف بريهان نايمة على الكرسي وبتلاقي نازهات بتخبطت صحيها وبتسألها هي هربانة من إيه لأنه واضح إنها ستة عندها كبرياء وأكيد فيه سبب علشان تفضل هنا بعد كل ده لكن بريهان بتنكر إن فيه حاجة وبتعرفها نازهات إن الحقيقة هتتكشف قريب وبتمشي وبتسيبها بترجع نازهات على الأصر وبتكلمش صفار تعرفه إن فيه مصيبة مخبيها بريهان فيتحرع عنهم كويس ويعرفها لها وبنشوف دم نازل من اليخت وسيفدة طالعة فستانها عليه دم ومصدومة وخايفة ومنهرة من العياط بتسحى سيفدة مفزوعة لإنه كابوس أو بيروح كرم يهديها وبيطمنها أو بيقومها علشان حضر لهم الفطار بتنزل نازهات على الفطار أو بتيجي بريهان تصب لها الشاي أو بيستغرب الكل لإنها ما تراددهاش أو بتنزل رانا تقعد على الكرسي الرئيسي في وش نازهات أو بيتصدم الكل بيتكلم سليم مع نازهات إن فيه اجتماع بخصوص الأراضي فبتتدخل رانا وبتعرفه إن أكيد يقصد أراضيها هي وإنه كويس إنه وعرفها علشان تحضر الاجتماع لإنه عندها خطط بخصوص أراضيها وطبعاً ده بيصدم الكل خاصة النازهات اللي بتعرف رانا إنها ما عندهاش خبرة كفاية علشان تدير الأراضي لكن رانا بتعرفها إن جيه الوقت إنها تنفذ اللي تعلمته طول عمرها لإنها واسقة في تعليمها وشطرتها وبيجيش الصفار يعرف نازهات إن لطيف جيه فبتطلب نازهات من عليها تلبس فستان كويس وتيجي على الصالون لإن لطيف جيه عزيهم وبتتصدم عليها لإن ده الراجل اللي عمتها عايزة تجوزه لها بيلاقي سليم رسالة من معلة فبيتحجج إنه هو لازم يقوم علشان وراه شغل وبيمشي وبتقوم فوزية كمان وبتخرج عليها وراها تترجاها تعمل حاجة لإنها مش عايزة تعيش كده لكن فوزية بتكون مركزة في سليم اللي راح يقابل اللي بيخونها معيها وقتها عليها بتبص على سفاج وبتعرف فوزية إن كفاية كده وإن هما لازم يمسكوا متلبس وبتاخدها وبيروحوا العربية بتطلب من سفاجة يفتح لها الباب وبيحاول أبوي يمنعهم لإن البنات ممنوع خروجها من القصر لكن ما بيسمعوش الكلام وبيمشوا بسرعة بنشوف سيف ده قاعدة بتفتر مع كرم وبتتكلم معي وبتكون خايفة من كل حاجة بتحصل لكنه بيطمنها وبتكون متضايقة لإن أمها مفكرها في الجبل الأسود وهي مسافرتش لكن كرم بيطمنها إن هما هيأسسوا حياتهم هناك ويبعثوا ياخدوها لكن سيف ده بتعرفوا إن الموضوع مش بالسهولة دي بتسأل سلطان بريهان عن سيف ده لو كانت وصلت لكن بريهان ما بتكونش عارفة وبتدخل نظر تعرفوا من فوزية وعالية هربو فبيتصدموا وبتكون نازهات أعدم مع لطيف وبتلاقيش صفار بيعرفها اللي حصل فبتتصدم وبتعرف لطيف إن علية معدتها وجعتها ومش قادرة تنزل وبتعتذلوا عندها لكنه بيتفهم الوضع وبيعزيها وبيمشي بتعصب نازهات من اللي حصل وده كامل لإن البنات ما تكملوش دورات تعليم السواقة وممكن يعملوا حدثة ويوقعوا نفسهم في مصيبة أو بنشوف عليها ماشية ورا سليم لحد ما الأشارة بتقفل عليهم وبتلاقي فوزية عمتها بترن عليها فبتتخضى وبتخاف وبتتفتح الأشارة وبتروح عليها ورا سليم وبيلقوا قدام الفندق بيسلم على واحدة ودخل معيها فبتتصدم فوزية بيدخل سليم مع معل على الفندق وهما بيتحكوا مبسوطين وبيديها هدية وبتفتحها معلة وبتتصدم لإنه فستان نوم فوزية فبترميه وبتتعصب عليه لإنه مش مكسوف إنها يجيب لها هدوم مراته لإنها شافتها في قضيتها لكن سليم بيستغرب لإن المفروض يتكسف من ده لكن هي ما تتكسفش عشان بتخنها معاه وبيتحك وبيطلب منها ما تتعصبش لإنه هييق عليها جدا وبيفضل يصالح فيها أما فوزية فبتفضل مصدومة وبتتكلمش وبتحاول عليها تهون عليها لكنها من الصدمة ما بتردش بتحاول سيف ده تحكي الكرم اللي حصل معيها وبتعرفوا إنها كانت جاية للجبل بعد سنة وحجزت تسكرتها لكن في حاجة حصلت قلبت حياتهم كلهم بسبب أبوها لإنه حد وحش جدا وبتيجي تكمل وهي بتعيط لكن كرم بيسكتها وبيهديها وبيطمنها إن أبوها مش فارق معي ولا أي حد من عالتها وإنه مش عايز غيرها ودام كفي بنشوف رانا قعدة مع سليم وبتلاقي الصياط داخل عليهم وبيقوم سليم يسلم عليه وبيعرفها إن هو اسمه تيومان وإنه بيكون المستثمر اللي هيشاركهم لكن رانا بتفتكره ما بتكونش مرتحله ولا واسقة فيه فبترفض تشارك حد ما بترتحلوش وبتسيبهم وبتمشي بنشوف كرم رجع مع سيف ده على البيت وبيستقبلوهم إخواته وبيدخل كرم معي وهو ماسك في إيد سيف ده وإخواته جنبه بيدعمه وبتفضل نازهات مصدومة وبيروح الكل على الصفرة وبتشوفهم بريهان وبتتصدم وبيطلب منها كرم تفضل وتسمعهم بيطلب كرم من ديليبر تجيب له الخاتم علشان يبدأوا المراسم وبيعرف نازهات إنها سواء قبلة أو لأ فهو كرر يتجاوز سيف ده وبعد كده احترامه هيكون من احترامه في القصر وإنها تحت حمايته بياخد الخاتم وبيقول خطبته علشان يخلص من المراسم وبتفضل نازهات مصدومة ومش عارفة تنطأ بيشد كرم الكرسي لسيف ده وبيقعدها قدام الكل وبتفضل نازهات مش مستوعبة اللي بيحصل لهي ولا بريهان وبتخلص حلقتنا على كده يا ترى إيه رد فعل النازهات على اللي بيحصل وإزيفة وزيها تتصرف مع سليم بعد ما تأكدت من خيانته وهيكون إيه موقف بريهان من سيف ده كل ده وأكتر هنعرفه في الملخص اللي جاي فاستنونا اكتبونا توقعاتكم انتم في التعليقات وعايزين الملخص اللي جاي أمتى وما ننساش نحط لايك ونعمل شيء للفيديو ونشترك ونفعل جرز التنبيهات لو أول مرة تشوفونا ولما شفش الحلقات اللي فاتت هيليه في أول تعليق مسبت تحت الفيديو